كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم رئيس وزراء بلغاريا على هامش زيارة سيادته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي وجه التهنئة له على توليه مهام منصبه في شهر ديسمبر الماضي وأكد متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين وحرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات خاصة على صعيد التبادل التجاري والسياحة والصناعة والزرعة وذلك لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية الثنائية وكذا في إطار الاتحاد الأوروبي من جانبه أكد رئيس الوزراء البلغاري حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقاتها مع مصر لا سيما مع ما تمثله كراكيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط فضلا عن تطلعها لمواصلة التنصيق والتشاور مع مصر من خلال لجان المشاركة لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد استرد سبل دعب دفع العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على صعيد التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادي في ظل كون مصر تعد أكبر شريك تجاري لبلغاريا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط فضلا عن الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الإثثمارات الأجنبية المباشرة والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها خاصة محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر